انها اول خطوات الذهاب الى المجهول فهؤلاء لم يخططوا لهذه اللحظات ولم تكن على بالهم وهذه ليست رحلة بالتأكيد او ذهابا الى وجهة تم تحديدها سلفا تبدو ملامحهم شاردة وكلهم يفكرون باجابة لسؤال مصيري الى اين نحن ذاهبون لا اجابة محددة يطمئنون بها اطفالهم الذين تركوا الحياة خلفهم على حين غر باستثناء اجابة القروي البسيط التي تحضر في مثل هذه المواقف ارض الله واسعة نعم هي واسعة ولكن حرب الميليشيا ايضا شاملة يقول اخر تلك هي صورة التي شاءتها ميليشيا الانقلاب لاهالي قرية خور غرب مدينة تعز وما اقساها قبل يوم فقط كان لكل واحد منزل يحتويه واطفاله والمنزل في عرف اليمني وطن اما اليوم بلا وطن كل امل هؤلاء ان يجدوا ساترا يقيهم حر الشمس وبرد الليل قد يكون ذلك الساتر خيمة في القفار البعيدة او ربما حيزا ضيقا في احدى المدارس المجاورة وربما لا يجدون سوى العراء بانتظارهم ذلك بالنسبة للمأوى اما الماء والكلاء فتلك معاناة اخرى تنتظرهم الهروب من جحيم القصف قد لا يعني النجاح فللموت هنا اسباب كثيرة قد يكون انعدام القذاء احدها وقد يكون الافتقار لابسط الخدمات الصحية وذلك هو واقع الحال في اليمن